في مشهورة سعودية شفتها كتير بالإكسبلور وانتوا سوتولي كمان عليها منشنات انشهرت هلأ طلعت يعني كتير هلأ انا اول مرة بحياتي بشوفها وانشهرت لسبب انه طلعت اول مرة بدون فلتر كانت عامل اعلان ولما سوت هذا الاعلان طلعت بدون فلتر رحوا رجيكم في شكلها بدون فلتر عشان انتوا تحكموا وتحكولي كيف شكلها حلو ولا لا البشر الصافية دليل على الصحة والعافية بتقدر تجربوا كريمات مرة كثير بس لو ما هي ويتشل ما رح تكون كافية البنت ما فيها اي اشي انتوا شفتوا كيف شكلها بدون فلتر هذا شكلها الطبيعي هيك شكلها بالحقيقة وما فيه اي اشي شكلها شكلها يعني مش انه يا الله شو هذا المنظر ضحكت علينا بس انما تشوفوها بفلتر رح تحكوا هذا الكلام وهي دائما بتستخدم فلتر فاحسن انه الواحد يطلع على حقيقته ويبين جماله الطبيعي عشان ما يصير فيه زي ما هي صار فيها الموقف هذا اللي هلأ انحطت فيه الناس خلص اخدوا نظرة عليها تانية فكروها هي شكلها نفسه يلي بالفلتر نفس الشي انا هعطيكم مثال علي انا انا دائما بتشوفوني بهذا المنظر بصور لكم بالكاميرا فبطلع شكلي طبيعي بدون فلتر بدون اي شي فلو هلأ صورتلكم فيديو بفلتر رح تنصدموا من شكلي لانه انتم متعودين على الشكلي بدون فلتر فبالفلتر رح يطلع شكلي جدا غلط التعليقات طبعا كلياتهم احباط باحباط للبنت مع انه البنت ما فيها اي شي بس الناس زي ما حكتلكم منصدمين كتير من شكلها بدون فلتر مستحيل ها ذي اثار يما مستحيل ذي اثار يا ساتر ذي اثار هاي عطتها يا ساتر مش لهاي الدرجة يا اخي مش لدرجة يا ساتر شو فيها البنت شكلها طبيعي بالعكس يا اخي ما فيها اي شي بدي اورجيكم هلأ شكلها بالفلتر كيف هي شكلها كيف الناس متعودين على شكلها بالسوشال ميديا لانه هي هيك دائما بتطلع بهذا الشكل هذا هو الشكل يلي هي دائما بتطلع فيه فعشان هيك الناس انصدموا هو فيه فرق كبير لو انت بتشوف هاي الصورة دائما لو انت متعود على شكلها زي هيك بعدين تشوف شكلها الطبيعي بدون فلتر حيكون الفرق جدا جدا كبير بتكوين تعرفوا انه ياخي الفلاتر بالسوشال بيديا بالذات بالسناب شات وكمان بالتيك توك التك توك كمان الفلاتر تاعتها مش طبيعية بتخلي الاسنان جدا بيض بتصغر الوجه بتصبط ملامحك على الآخر بيطلع شكلك زي اللعبة فهي الفلاتر بالسوشال ميديا لما تشوف انت بالسناب شات بالتيك توك اكيد الشخص مو هيك شكله بالذات البنات البنات دائما بيستخدموا هاي الفلاتر اللي بتحليهم كتير فيه كمان شباب بيستخدموا هذا الاشي انا بشوف شباب بيفتحوا بثوث بيستخدموا فلاتر بشكل مو طبيعي لدرجة انه بعدين لما الناس يشوفوهم بالحقيقة بنصدموا من شكلهم بيحكوا كيف هذا هو نفسه اللي انا بشوفه بالسوشال ميديا فالاحسن انه الواحد يطلع على طبيعته ما تحط فلاتر عشان الناس ما ينصدموا بس يشوفوك بالحقيقة ما تحط فلاتر عشان ما يصير فيك زي ما هي صار فيها هلأ السوشال ميديا كلها قاعدة بتحكي على هذا الموضوع التيك توك كله قاعدة بيحكي على هذا الموضوع فتحت التيك توك كل فيديوهات على هاي البنت انه كيف هيك انخدعنا بشكلها مع انه هي شكلها ما فيه اي اشي ما فيها اي اشي البنت لو شفتها بالشارع يعني انت وما بتعرفها مش هتحكي يا الله شو هاي البنت ليش هيك شكلها بس لانه هي دائما معودة متابعينها على شكلها بفلتر الناس كلهم انصدموا من هذا في كتير برامج بيستخدموا البنات عشان يحلوا حالهم عشان يطلع شكلهم كتير حلو بالسوشال ميديا في بنات ما بيستخدموا بس الفلتر اللي موجود بالسنابشات في بنات بيدخلوا الصورة تاعتهم على أبليكيشن تاني بيعدل بالوجه بيعدل بالبياض تاع الوجه بيعدل بالعيون بيكبر العيون بيصغر الفك بيخليها تطلع شكلها زي كأنه هي لعبة حرفيا وبالحقيقة بعدين انت لما تشوفها بتنصدم كتير بتصير هيك مواقف حتى مع ناس بالحقيقة بيكونوا شايفين بنت مثلا بالسوشال ميديا بدوا يروح يخطبها بس يروح يخطبها بنصدم من شكلها بالحقيقة بيحكي ياخي لا أنا مو هاي اللي شفتها بالسوشال ميديا أنا بالسوشال ميديا شايف إشي تاني تماما ولما شفتك بالحقيقة شفت شخص تاني فخلص الواحد بتبرمج مخه على الشكل اللي هو دائما بتعود عليه اللي هو بنحط دائما قدام وجهه اللي مثلا بالسناب شات أو بالبثوث بالتيك توك أو بالفيديوهات بالتيك توك فلما انت تشوف الشخص هذا نفسه يلي شكله زي اللعبة بالتيك توك بالسناب شات بالحقيقة ويطلع شكله مو زي هيك بالزبط انت خلص مخك ما بتقبل هذا الانسان وبتصير تشوفه كشخص تاني فأحسن شي انه الواحد ما يستخدم فلاتر اطلع على طبيعتك ويلي عجبه عجبه ويلي ما عجبه يطرق راسه بالحيط هذا طبيعتك هذا شكلك الحقيقي الله هيك خلأك لو انت بدك تعدل وتصغر بأنفك بالسوشال ميديا وتزبط بفكك تخليه زي اللعبة بدك تتوقع وما تنصدم لما الناس ينصدموا لما يشوفوك بالحقيقة يشوفوك على شكلك الطبيعي وهيك ولا هيك هيشوفوك بالآخر عاجلا ام آجلا رح يشوفوك ان كانوا بالحقيقة يصوروك من بعيد فيه واحدة تانية صار فيها نفس الموقف هات بالزبط وصورتها واحدة ثان يعني فيه واحدة ثان شافتها صورتها ولما شافوا الناس شكلها بدون فلتر انصدموا من هذا الاشي هذا هو شكل المشهورة التانية اللي حكتلكم عليها نفس الاشي هيك طلعت كتير بالإكسبلور لأنه واحدة صورتها بدون فلتر وبعدها الناس صاروا يحكوا نفس الكلام عليها انه هاي مستحيل هي هي دائما معودة المتابعين تعونها على شكلها بفلتر وجدت شكلها بفلتر يعني غير غير تماما يعني لو انت بتعرف هاي الشخص بالسوشال ميديا وشفته بعدين بالحقيقة اللي هو الفيديو اللي قبل شوي شفته ما حتعرف انه هذا هو نفس الشخص مستحيل تحكي آه هي هاي نفسها المشهورة يلي أنا بشوفها بالسوشال ميديا لأنه الشكل مختلف تماما عن شكلها بالطبيعة وهذا الاشي كمان بيأذيك انت كشخص يعني لو انت دائما بتستخدم الفلاتر بتعتمد عليهم بتصير ما بتثق بنفسك إلا لما يكون شكلك بالفلتر ما في فلتر بالطبيعة فمستحيل تحط فلتر وتطلع تتمشى بالحياة بالشارع فعشان هيك عود حالك انك تطلع بدون فلتر ان كنت شاب ان كنت بنت في بنات بشوفهم يعني بيستخدموا فلاتر بس في فلاتر اللي هي بتكون بسيطة اللي هي مثلا بس بتعطي لون هاي الفلاتر أنا يعني عادي ما عندي مشكلة لو بنت استخدمتها بس لو شاب بيستخدم فلتر أي كان أي فلتر بحس إشي جدا غلط لأنه الفلاتر مش معمولة للشباب يا أخي إحنا الشباب ما المفروض نلحق وراء هاي الأشياء الجمال ونطلع حالنا بأفضل صورة بالسوشال ميديا هاي الأشياء خلوها للبنات البنات يستخدموا فلاتر خلص يعني متعودين على هذا الإشي كل المشاهر بيعملوا هيك فخلص صاروا إجباري البنات لازم يستخدموا هذا الإشي بالذات المشاهير مثلا كل المشاهير التانيين البنات بيستخدموا فلاتر وبيطلعوا بأحلى صورة فالبنات اللي بدهم ينشهروا المشاهير التانيات البنات حتى لو كانوا هم كتير حلوين إجباري بدهم يصيروا يستخدموا فلتر عشان يوصلوا لمرحلة الجمال يلي بيعطيه الفلتر فعشان هيك بيستخدموا هاي الفلاتر اللي بتخلي شكلهم حرفيا زي كأنهم ملكات جمال ألعاب وهذا الإشي بيعطيهم قلة ثقة بالنفس بعدين لما يطلع شكلهم بدون فلتر لما يطلع شكلهم الطبيعي عشان أريحكم إذا تابون من اليوم رايح أتصور لكم من غير فلتر هذا أنا من غير فلتر الحمد لله ماشاء الله تبارك الله اسم الله علي واسم الله على جمالي أنا ما بحكي إنه هي مش حلوة بالعكس ما فيها أي إشي حلوة ملامحة حلوة بس الفلتر أعطيها منظر تاني تماما ما بتقدر تميز بين شكلها بالفلتر وشكلها الحقيقي الشكلين هدول زي كأنه شخصين مختلفين فالناس انصدموا من هذا الإشي وطلعوا يحكوا عن هذا الموضوع وهي طلعت ترد عليهم بهذا الفيديو ثم نجاب مشاهدات كم مليون تقريبا وصل والكومنت تنمر والبنت معهم تطقطق صاحبة المحتوى اللي منزلتها تطقطق في الكومنت معهم البنت اللي كانت ترحك في وجهي وسلمت عليها وصفحتها واخدتها بالأحضان طلعت تغدارها وتستس وحية وغدرتني وصورتني من غير فلتر ونشرتها بمواقع سوشيال ميديا عشان الناس تطقطق وتتنمر علي وأخذتني من زاوية جدا تشوه يعني والإضاءة كانت في غراسي وأنا مو حاطة ميكب وكنت في حالة جدا سيئة أني أنا مع أهلي وطلعت كذا طلعت سوق بعدها رحنا كافي بعدها مطعم فأمر مطعم وما استأذنت مني هون هي طالعة تبرر الموقف تاعها كيف لما صورتها هديك الفان بدون فلتر وصارت تحكي كيف أنه هي ما خديتها من زاوية غلط والإضاءة غلط يخي هذا الإشي اللي أنا قعد بحكي لكم عليه اللي هو إحنا عايشين هلأ بفترة السوشيال ميديا عالم السوشيال ميديا الناس صارت تحكي بهاي المصطلحات اللي هي الإضاءة ما كانت صح الزاوية ما كانت صح ما في إشي هيك بالحقيقة بالحقيقة ما في إضاءة صح وزاوية صح أنت إذا عم تتمشى بالشارع الناس حيشوفوك ع طبيعتك ما رح يروحوا يشوفوا خليني أتفرج عليه بالإضاءة الصح وبالزاوية الصح أنت ما رح تمشي هيك وحط فوقك إضاءة ومتمشي بالشارع لازم تكون ع طبيعتك وتكون واثق من نفسك شو ما كان شكلك يا أخي ما تفرق معاك عادي بالذات لو أنت شاب ما تفرق معاك هاي الأمور يعني البنات ممكن يفرق معاهم كتير هاي الأمور لأنه دائما بدهم يطلعوا بأحلى شكل بس الشباب ما المفروض تفرق معاهم هاي الأمور أبدا لأنه أنت هيك شكلك الحقيقي ربنا هيك خلقك فخلص المفروض تثق من حالك وتتقبل هذا الإشي وتطلع على حقيقتك كمان هاي صانعة المحتوى هاي دائما بتطلع بمنظر غير هذا اللي هلأ إحنا شايفين وهذا شكلها طبعا بفلتر هون هي متوترة مش عارفة كيف تخلي الفلتر يرجع يركب توترت كتير لأنه طلع وجهها الحقيقي فعم بتحاول تلف يمين يسار يلا ارجع يا فلتر ارجع يا فلتر هي دائما بتطلع للناس بوجه اللعبة فالناس كانوا ماخدين عنها فكرة تانية تماما ولما شافوا وجهها الحقيقي انصدموا زي ما انتوا شايفين شو مكتوب كان بهذا الفيديو وكنت مفكرتها صغيرة شوفوا كيف مثلا انتشر عليها كمان هذا الفيديو والناس كلها صارت كمان تحكي عن هاي البنت أنه كيف هيك طلع شكلها بدون فلتر يعني لو هي طالعة من البداية بدون فلتر طلعت بوجهها الطبيعي خلص هيك بتعود الناس على وجهها الطبيعي بس لانه هي طلعت بالوجه هذا تاع اللعبة خلص الناس تعودوا على هذا الاشي وبطلوا يقدروا يتقبلوها بعد ما طلع وجهها الحقيقي بالغلط فصل الفلتر عنها وطلع وجهها الحقيقي وبعدها الناس صاروا يحكوا عنها يحكوا كيف انه لا انا ما كنت هيك متوقعتها كيف هيك طلع شكلها وطبعا صار فيه كتير تنمر بالتعليقات زيها دلاك التنتين اللي شفناهم قبل شوي فعشان هيك احسن اشي هو انه يطلعوا الناس بدون فلتر ويعودوا الناس على شكلهم بدون فلتر عشان الناس بعدين ما يشوفوا شكلهم بدون فلتر وينصدموا هيك ولا هيك هيشوفوكم بدون فلتر عاجلا ام ااجلا حتى لو انت شخص عادي يعني مش مشهور وبتستخدم فلاتر ولا انت بتستخدمي فلاتر الاحسن انه الناس يشوفوك بدون فلتر ويتعودوا على وجه هيك الطبيعي عشان ما ينصدموا بعدين ويصيروا يتنمروا ويعلقوا تعليقات جارحة اكيد هدول كلهم انجرحوا من هاي التعليقات البنات بيهتموا كتير لانه لاشكالهم بيهتموا لتعليقات تاعت الناس عشكلهم عشان هيك دائما البنات بيحطوا ميكوب لانه دائما بيحبوا يطلعوا بأحلى صورة فهاي التعليقات بتكون كتير جارحة بالنسبة لهم فانك تطلع انت من البداية وتاكل كم من تعليق جارح مثلا حدا يحكي اه لا شكلك غلط اخدودك كبار شو مكان هو التعليق من البداية يجيكي احسن من انه انت تطلعي دائما بفلتر 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 وبعدين لما تطلعي مرة واحدة بيدون فلتر الناس كلهم ينصدموا من شكلك ويحكوا لا هاي مش هي ويبدأوا تنمر عليكي هيك انت حتنجرحي اكتر بكتير من الجرح اللي كنتي حتاكليه بالبداية لو اطلعتي بدون فلتر وخلص عودت الناس على شكلك الطبيعي وبس والله انا شفت هذا الموضوع هلأ كتير قعد بيطلع لي بالإكسبلور الناس كلها قعدة بتحكي عنه وحبيت اوار جيكم اياه واحكي عليه لو عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك ونشوفكم على خير سمان الله